أقرى وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الدورية الثامن والعشرين اليوم مجموعة من القوانين الموحدة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعات الثلاثة النباتية والحيوانية والسمكية بالإضافة إلى اعتماد عملة موحدة للشراء الجماعي للأدوية واللقاحات البيطرية في اجتماعهم الثامن والعشرين أقرى وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون مجموعة القوانين التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي في القطاعات الثلاثة النباتية والحيوانية والسمكية حيث تم رفع قانون الحجر الزراعي الموحد للمجلس الأعلى كما تم إقرار قوائم الموبيدات المقيدة والمحضورة المحدثة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون نظام الموبيدات الاجتماع اليوم مهم وهو استكمال إلى عدد من المواضيع التي تم إقرارها من قبل السادة الوكلة وسوف يتم إقرار عدد من الأنظمة المهمة منها نظام الحجر الزراعي وأيضا نظام آخر بالنسبة إلى الشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية وأيضا مواضيع تتعلق في الثروة السماكية وتحديد أطوال الأسماك للمحافظة على المخزون السماكي وعدد آخر من المواضيع من جهات أخرى اعتمدوا زراء الزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي عملة موحدة للشراء الجماعي للأدوية واللقاحات البيطرية واستقطاع ما نسبته 2% من إجمالي قيمة البنود المرسى كما تم الاتفاق على الاستمرار في إدخال بيانات في البرنامج الإلكتروني لمعاينة إنزال سماكي الكنعد والتأكيد على الدول الأعضاء بالتزام الحد الأدنى للإنزال في العام الواحد هذا المجال الزراعي وتأمين الغذاء هو أحد المجالات الغايفة الأهمية واربوط ارتباط كبير ووثيق بالتنمية الاقتصادية فأعتقد مثل هذه الاجتماعات مباركة هناك الكثير من التوافق على ماذا يجب أن يعمل وماذا يعمل وكيف نعظم الفائدة من دول المجلس واقتصادية المجلس في السياسات الزراعية سياسات الغذاء سياسات مستقبلا إن شاء الله توحيد سياسات الشراء أيضا أو التعاقد للمتاجات الغذائية والزراعية لها الاجتماعات لها أبعاد اقتصادية نتكلم على محور رئيسي محور الغذاء في جميع مجالاته الزراعة والتربة الحيوانية والتربة السمكية القطاعات مهمة لها تأثير كبير على مجتمعاتنا الخليجية عاشوا إجدادنا وأبانا على هذه القطاعات ونواصل إن شاء الله إيجاد فرص استثمارية في هذا المجال توحيد الجهود، توحيد الممارسات، توحيد العمل بين دول المجلس التعامل الخليجي في هذه القطاعات لها أبعاد طبعاً اقتصادية ما يخفى علينا، الجميع يعرف أن معظم مغدان مستوردة ويأي من براء فتوحيد الإجراءات، التنسيق فيما بيننا، التنسيق حتى مع الدول التي نستورد منها محور مهم لضمان التحكم في الأسعار لضمان التحكم في جودة المنتجات المستوردة كما اتفق الوزراء على تشكيل لجنة للأمن الغذائي على مستوى المجلس لتكون قادرة على مواكبة كافة التحديات المتعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية ما يتطلب جهود مضاعفة لتحقيق رؤية المشتركة لاستدامة القذاء ما يتطلب جهود مضاعفة لتحقيق الرؤية المشتركة لاستدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية للأجيال الحالية والمستقبلية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين